اسم الدرس أتدرب على حل المسائل أولاً لشركة إحياء فلاحية قطيع من الغنم عدد رؤوسه مضاعف لـ 41 محصور بين 980 وألف جهزت الشركة مآوي دائرية الشكل للقطيع وتركت مدخلاً في كل مأوى أقيسة المآوي وأبعادها على التصميم المنجز وفق السلم 1 على 200 كما يبينه الجدول التالي قيس الشعاع على التصميم بالسنتيمتر قيس القطر على التصميم بالسنتيمتر قيس المحيط على التصميم بالسنتيمتر قيس عرض الباب على التصميم بالسنتيمتر قيس المحيط المبني بالمتر المأوى الأول 31.4 1.4 المأوى الثاني 4.5 1.26 المأوى الثالث أصغر من قيس قطر المأوى الثاني بواحد سنتيمتر 1.12 يتسع المأوى الأول لعدد من الأغنام من مضاعفات 2.5 ومحصور بين 371 و389 ويتسع المأوى الثاني لعدد من الأغنام مضاعف ل43 ومحصور بين 340 و350 أما المأوى الثالث فيسع 260 رأس غنام بلغت تكاليف تجهيز وبناء المتر الطولي الواحد من هذه المأوى بالدينار 26.568 أتأمل الجدول وأتم فراغاته بما يناسب الإجابة المأوى الثاني 4.5 9 28.26 1.26 54 متر المأوى الثالث أصغر من قيس قطر المأوى الثاني بواحد سنتيمتر 25.12 1.12 48 متر أحدد العدد الجملي لرؤوس الأغنام المكون للقطيع الإجابة بالنظر في المضاعفات المشتركة بين 2 و5 المحصور بين 371 و389 والمضاعف المحصور بين 340 و350 للعدد 43 فإن عدد الأغنام الموجودة بالمأوى الأول تساوي 380 رأس والمأوى الثاني به 344 رأس بالتالي العدد الجملي لرؤوس الأغنام 380 مع 344 مع 260 يساوي 984 رأساً أحدد معدل ما أنفق في البناء والتجهيز بالنسبة إلى الرأس الواحد من الغنام الإجابة تكاليف التحضير للبناء بالدينار كلفة تجهيز والتجهيز في قيص محيط المآوي الثلاث يساوي 26.568 في 162 يساوي 4304.16 معدل ما أنفق بالنسبة للرأس الواحد من الغنام بالدينار كلفة التحضير على عدد رؤوس الأغنام يساوي 4304.16 على 984 يساوي 4.374 ترجمة نانسي قنقر